عبور المنش البحر الأصعب عالمياً واللي بيقهره وهو بيقدر يتغلب عليه بيدخل في سجل الأبطال من أوسع الأبواب احنا بقى متشرفين انه مش بس بنتابع محاولات محترمة جداً ونبيلة جداً بتحصل لكن احنا متشرفين كمان انه حد زي الكابتن خالد شلبي واحد من الغالين علينا في البرنامج هنا عموماً كتير من تابع هذا البطل اللي طبعاً قاهر المنش السباح اللي عبر المنش بيد واحدة واللي كتبت عليه ومازال هو بطل عالمي معتبر دولياً يعني الكابتن خالد شلبي لكن كمان كابتن خالد عمل مدرسة كده مدرسة في رعاية الموهبين من دول الهمم وقدر اقول انه لوحده وبدعم حقيقي من وزارة الشباب والرياضة بيعمل ترويج سياحي رياضي غير مسبوك اقدر اقول انه غير مسبوك بطرق غير تقلدية كابتن خالد من فترة مش بعيدة شاركنا بانه في فريق تحت التحضير من الابطال الجداد واحد من هؤلاء الابطال اللي بيتحضر اليومين دول واحنا شايفين انه من واجبنا اننا ندعمه واننا نكون معاه واننا نتابعه بيتحضر انه يكسر الرقم القياسي السباح احمد اسامة في طريقه لكسر الرقم القياسي وعبور المنش مرة تانية وهو من ذوي الهمم عشان يدخل موسوعة جانس طبعا كابتن خالد هو مدربه اسطورة المنش بيرافقه في هذه الرحلة المعلومة الجميلة بقى انه احمد اسامة نجح قبل كده في عبور المنش واستمرت الرحلة او يعني العبور 12 ساعة من السباحة المتواصلة ما بين انجلترا وفرنسا تفصيلة العبور الاول والعبور الثاني دي اللي احمد اسامة بيعملها محتاجين نفهمها بقى منه البطل السباح احمد اسامة مساء الخير عليك واحنا سعداء جدا انك تكون معنا في التسعة ايزا حضرتك اخباح بيك اي الحمد لله فخورين بيك اوي احمد شكرا جدا لبايا خليكي انا ليه الشرف والله صحح لي بقى معلومة انا مش فهمة انت عديت المنش قبل كده صح اه بس احنا كنا تتابع ما بين الاحساجات الخاصة والاصحة ايوا التتابع كان تتابع بركاتيك كانت انخلت كانت انخلت معنا حتى بيعم ايوا لما سلمت بعض على مدار برضو اعتقد كان عدد كبير اوي من الساعات بس انا مش فاكرا كان اديه اه كانت 12 ساعة كان زمن 12 ساعة ودقيقتين كل سباح بيعم ساعة اه حلوة المرة الاولى كانت تتابع المرة المراضي انت داخل لوحدك اه فردي ان شاء الله بإذن الله اتدربت بقى لك ادي ايه بقى انا اتدربت انا بقى لي بتدرب بجازة منش بقى لي ثلاث سنين اه تمانيات طبعا صبح وبالليل تحت الشرف كابتن خالد اه فالحمد لله يعني كابتن خالد يعني يحطيني في كل الظروب الصعبة بتاعة المانش سواء بروط المياه سواء التيارات سواء حتى يعني كل ما هو يعني بيحدث في المانش الحمد لله قتن خالد تربني عليه جهاز كولي طب انا عايزة اسألك يا احمد ودي فرشة كويسة نقول للناس ليه بيعتبر المانش او عبور المانش ده مايلستون او تسجيلة كبيرة جدا في تاريخ اي سباح ليه اشرح للناس ظروف الخاصة بتاعة بحر المانش اولا المانش صعوبة بحر المانش ازاي صعوبة تسلق جبل افرست اول حاجات بتاغلنا بنوط المياه المياه طبعا اه ساعة جدا يعني صعب الانسان نورمل يستحملها اه اه الطيارات الطيارات صعبة جدا يعني كأن في زلزال اه من تحتنا حرصير زلزال المياه يعني الواحد بتاعات بيحس اللي هو فحبا بيقوم في المكانه كأنه هو بيتحركش اه دي العوامل كنا يعني بتعوق اي سباح يعني مختلف يعني السباح علي بتتعوق سباح مختلف احمد الى اي مدى انت متفائل بانك ان شاء الله تدخل موثوعة جانس وتكسر الرقم القاسي الرقم القاسي اللي كان قابلك قد ايه؟ تمانية خمسة واربعين تمان ساعات خمسة واربعين؟ خمسة واربعين دقيقة انت تدرقت كسرت الرقم ده في التدريب ولا احكيلي عن التدريب وصلت فيه الكام انا التدريب الحمد لله وصلت فيه اللي انا اتصارت الرقم ده في التدريب اه محاولات معكات تنخلت بالغذاء بمجنة الغذاء اه الحمد لله يعني ان شاء الله جاهز ان انا اتصار الرقم اه محاولة عجر المنشي الفدية باذن الله يا ربي احمد واحنا حاجزين ان احنا اول ناس نبارك لك واول ناس تكون مشرفنا ان شاء الله طبعا اهم حاجة اللي انا ارفع عالم مصر وعالم بلدي يعني وطبعا كل الشرك الدكتور ارشاف صدحة على الدعم الكبير اللي عمله لي اللي هو باقي معي من اول خطوة الحمد لله فده هدف اللي انا اتعاد مصر وارفع عالم مصر على انا بشكرك ومصر كلها بنستنياك تنجح وفي كل الظروف احنا بنحترب جدا المجهود اللي انت عملته السباح الباطل احمد اسامة قاهر المنشي جديد ان شاء الله وكل الشكر كمان لكابتن خالد شالبي ومعالي وزير الشباب والرياضة على الدعم في المنطقة دي لدوي الهمم في هذه المنطقة اللي كل دعم فيها لحساب الناس ولحساب السعادة الناس ولحساب قطاع كبير من المصريين اللي يستحقوا كتير من هذا الدعم تحديدا في الرياضة